إبارة الفورلوب تكون بها الصورة هذه نكتب كلمة فور قوسيا هذا القوس رح نقسمه إلى ثلاث أقسام بين قسم وقسم نستخدم الفارزة المنقوضة أي معنى أنه هذا القسم الأول هذا القسم الثاني وهذا القسم الثالث القسم الأول نخليه للإنيشياليزايشن اللي هو القيمة الإبتدائية بينما القسم الثاني رح نخليه لك بمعنى أنه شرط الاستمرارية إذا تحقق هذا الشرط استمر وإذا لم يتحقق لا تستمر وهنا نخلي للأبديت اللي هو الإنكريمت والديكريمت ولما نخلي I++ I-minus وهكذا نسوي تحديث على الفورلوب يعني على سبيل المثال لو أقول لها I يساوي صفر و I أصغر من عشرة وأقول لها I++ بهالصورة هذه لازم أعرف في ال I فأقول لها إنتجار I فارزة من قوطة وبعدها راح أقول لها Cout لل I خلي Endline فارزة من قوطة لو أدوسرا نشوف البرنامج نشوف إلى أنه طلعت لهذه الناثلة صفر واحد ثين ثلاثة أربعة إلى التسعة و راح قال press any key to continue طيب شو نفهم هذه البرنامج إنتجار I فارزة من قوطة عرفتنا متغير اسمه I فور فتحنا قوسين قسمنا هذه الفور عن طريق الفارزة من قوطة إلى ثلاث أقسام القسم الأول القيمة الابتدائية أنه خلي قيمة ابتدائية لل I تساوي صفر القسم الثاني اللي هو شرط الاستمرارية أنه استمر بهذا اللوب لطالما أنه I أصغر من عشرة وفعلاً I يساوي صفر فالصفر أصغر من عشرة إذا راح يسوي لهذا اللوب وراها ال I plus plus بعد كل مرة ينفذ هذه الأستر البرمجي ويرجع مره ثاني لون لوب زايده delta فالI يساوي صفر نفذ هذا السطر زايده واحد صار واحد هال واحد أصغر من عشرة نعم نفذ السطر البرمجي ال I يساوي ثنين أصغر من عشرة نعم نفذ السطر البرمجي وهكذا إلى أن يوصل إلى التسعة تسعة أصغر من عشرة نعم نفذ السطر ومن ثم 10 أصغر من 10 الجواب لا يتوقف البرنامج وفي كل مرة هذا السطر البرمجي اللي خليه تعاني هو طباعة هذا ال i يعني طباعة الرقم اللي داي يكون بكل خطوة بالخطوة الأولى هذا الرقم كان صفر هل الصفر أصغر من 10 نعم اطبع للصفر هذا وطبعه بعدها صار واحد ينزيدنا واحد هل واحد أصغر من 10 نعم اطبع للواحد طبع لي إذا نوصل للتسعة وتوقف البرنامج إذن هذا هو الفورلوب لو أريد أسوي انفينيت لوب بالفورلوب فرح نستخدم هنا الفورز المنقوطة ورح نبقي فارغ بهالصورة هذه هذا معناه انفينيت لوب أي معنى أنه رح يطبع عبارة حسن إلى ما لا نهاية لو أدوسران تشوفي لأنه طبع لي عبارة حسن إلى ما لا نهاية ويظل اللوب مستمر إذا ممكن يسوي انفينيت لوب بالفورلوب عن طريق أبقي هذه الأقباص فارغة طيب لو نرجع لبرنامج هذا ممكن إلى أنه أعرف ال i بداخل الفورلوب أصلا أي معنى أنه هذا ال i هنا لو ما كتبت انتجر i هنانا رح يكتب لي على ال i error لأنه هذا ال i متغير غير معرف لكن ممكن أعرفها بداخل الفورلوب أصلا يعني بهالصورة هذه إذا انتجر i يساوي صفر فرح نقوطة i أصغر من 10 i بلس بلس بدل ما أعرفها بالبداية عرفتها بداخل الفورلوب متى ما أحتاج إلى لو أدوسران نشوفي لأنه نطلع لنفس الأوتبوت من التطبيقات الشائعة على الفورلوب أنه يستخدموها في عرض جدول الضرب لو نشوف هذا المثال عرفنا متغير اسمه n نوعه انتجر وبعدها طبعنا رسالة أنه نطلب المستخدم أنه يدخل عدد صحيح موجب إذا المستخدم بعد ما يدخل هذا العدد راح ندخله بالc in وراح نخزنا المتغير n اللي عرفنا هنا بعدها راح نجري عملية الفورلوب حتى نسوي جدول الضرب لهذا الرقم اللي راح يدخله يعني لو مثلا مستخدم دخل عدد 4 راح نطلع جدول الضرب للأربع شنو نسوي هالشي هذا انتجر i يساوي 1 i أصغر أو يساوي 10 i بلس بلس أول شي الفورلوب هنا بدينا من الواحد على اعتبار أنه إذا أبدأ من الصفر ما يفيدني بجدول الضرب أي شيء يضربه في صفر يضع ناتصفر فأبدأ من الواحد أكيد يعني لو دخل مثلا 5 فأنا أطيج جدول 5 5 في 1 يساوي 5 5 في 2 يساوي 10 وهكذا إلى أن نوصل إلى العشرة وطبعا ممكن أنه أستمر بعدها راح نطلع هذا الرقم اللي هو دخل ليها مثلا 5 وآني أطبع علامة الضرب وبعدها أطبع ال i اللي هو على سبيل مثال أول رقم 1 معناها حيطبع لي 5 في 1 يطبع لي وراها يساوي وراح يطبع لي قيمة 5 في 1 اللي هي 5 نشوف لو ننفذ هذا البرنامج enter a positive integer لو قل له 5 راح يقول لي 5 في 1 5 5 في 2 10 وهكذا أنه يوصل إلى 5 في 10 يساوي 5 press any key to continue إذن هذه شون صارت نشوف إلى أن هذه الرموز أنا أطبعها يعني هذه النجمة أنا أطبعها بين double quotation واليساوي أنا أطبعها بينما هذه لا أنه أنا أجي أطبع قيمة أو أخلي يعني قيمة بالoutput هنا قيمة ال n اللي هي 5 ثابتة اللي هي القيمة اللي دخلها هذا المستخدم وهذه قيمة قيمة العداد i اللي هو من ال 1 لل 10 وهذه القيمة تكون قيمة ال n في ال i باللوبس من السي بلاس بلاس أيضا بيها الشيء اسمه نيستد لوب إذا أحتاج أنه أستخدمها كتطبيق شائع لهذا النيستد لوب ممكن أستخدمه بطباعة جدول الضرب بالكامل أي معنى أنه لو أسوي for loop لمتغير اسم i على سمي مثال إنتجر i يساوي الواحد فارزة منقوطة i أصغر أو يساوي 10 فارزة منقوطة هذا ال i أنطي بلاس بلاس بعدها أفتح قواس عمليات بداخل هذا ال for loop رح أخلي for loop ثاني for loop أفتح قوس for loop هذا الثاني رح يكون بتعداد ثاني فلازم أعرف متغير ثاني وأكيد ما يصن متغيرين بنفس الاسم إذن أعرف متغير ثاني باسم ثاني على سبيل المثال إنتجر j أيضا يساوي 1 فارزة منقوطة رح نساوي j أصغر أو يساوي 10 فارزة منقوطة j plus plus إذن for loop ثاني بهذا for loop الثاني رح أكتب ب c out طيب c out لشنو بالبداية رح نخلي قيمة ال i ومن ثم رح أطبع علامة الضرب ولتكن بالشكل هذا وراح أخلي قيمة ال j وبعدها رح أطبع علامة اليساوي بال double quotation بهالصور هذي وبعدها رح أطبع ناتج ال i في الج إذن i في j وبعدها رح نخلي end line ونخلي فارزة منقوطة نشوف بالبداية برنامج شون رح يتنفذ نشوف الآن طلعت لهذه الشاشة طلع لي جدول الضرب بالكامل الواحد في الواحد يساوي واحد واحد فيه اثنين يساوي اثنين وهكذا إلى أن يكمل واحد فيه عشر يساوي عشرة بعدين يجي اثنين فيه واحد يساوي اثنين إلى أن يوصل اثنين فيه عشر يساوي عشرين ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة ثلاثة فيه عشر يساوي ثلاثين وهكذا إلى أن يوصل إلى عشرة في واحد يساوي عشرة عشرة فيه عشر يساوي مية إذن جدول الضرب من الواحد إلى العشرة طباعة بشكل كامل طيب لو أريد أفهم هذا البرنامج شون صار بالبداية هذا العدد الأول هو i اللي هو يقابل هذا العدد الأول اللي هو دا نشوفه دا ينعاد نفسه يعني من أي جدول واحد الواحد ينعاد نفسه فهذا هو i علامة الضرب آني طباعتها العدد الثاني هذا هو j اللي هو دا يتغير بكل مرة باعتها طباعة علامتي يساوي i في j طيب شون صار عندي جدول الضرب بهالصورة هذه بالبداية أنا أعرف متغيص مع i i يساوي واحد i أصغر يساوي عشرة i بلاس بلاس إذن هذا ال i رح يصير تعداد يبدأ من الواحد على تبع أن الصفر ما يفيد بجدول الضرب وينتهي بالعشرة أكبر قيمة يوصلها هي عشرة ويزيد ال i واحد واحد من الواحد إلى العشرة بكل مرة حيشتغل هذا اللوب بمعنى أنه يشتغل عشر مرات بكل مرة يشتغل بها حينفذ هذني الأسطور البرمجية اللي هي عبارة عن صفرين برمجية الصفر الأول عبارة عن لوب ثاني رح يدخل به اللي هو لوب للجي يبدأ من الواحد وأقصى قيمة يوصلها عشرة ويزيد واحد واحد من الواحد إلى العشرة وبعدها حيطبع هذه القيمة إذن لنبدأ بالقيمة الأولى ال i يساوي واحد دخل هذا اللوب وال j يساوي واحد دخلا إلى هذه العبارة أو هذا الصفر البرمجي i يساوي واحد علامة الضرب j يساوي واحد علامة يساوي واحد في الواحد يساوي واحد إذن طبعا للسطر الأول لما R1 والG1 يساوي 1 نشوف إلى أنه بقى بداخل هذا اللوب الزغير لأن هذا اللوب الزغير هو ما انتهى لما ينتهي اللوب الزغير يلي يرجعي أيد اللوب الشبيرة مرة ثانية فالG1 يساوي 1 نفذ هذا السطر فصار 1 في 1 بعدها سيرجع مرة ثانية الج1 يساوي 2 ف1 في 2 يساوي 2 جي يساوي 3 1 في 3 يساوي 3 وهكذا إلى أن يصل إلى 10 جي يساوي 10 1 في 10 يساوي 10 جي يساوي 10 توقف هذا اللوب إذن انتهى هذا السطر برمجي رجعنا للبداية الآ يساوي 1 حيزيدها قيمتها 1 حيصير 2 يرجع مرة ثاني لهذا اللوب 2 في 1 يساوي 2 2 في 2 يساوي 4 2 في 3 يساوي 6 وهكذا وهكذا يستمر إلى أن يصل إلى جدول الضروب بالكامل إذن هذا هو بالسي بلاس بلاس